اشتركوا في القناة اتأكد انك تحضر الفيديو للنهاية لاني راح اكشف لك عن سر المحترفين في فري فاير كيف تجيب هيت شوت اول اشي اعرف انه فيه ثلاث انواع على الهيت شوت ورح اشرح كل واحد منهم في فيديو منفصل عشان هيك تأكد انك مشترك في القناة ونفعل زر الجرس حتى ما تضيع على حالك الفيديوهات القادمة فيديو اليوم راح يكون عن الدراج هيت شوت اول اشي الاسلح اللي بتقدر تعملها فيها هيت شوت قاني بكل انواعه دراج نوف اس كي اس ام اربعطاش ام خمسمية سهولة الحركة راح يعتمد على الايم عندك اذا كان الايم عندك قوي راح تحس ان الحركة سهلة ورح تعملها بكل بساطة اما اذا كان الايم عندك ضعيف فانت راح تحس بصعوبة شوي شويتين وانت قاعد تعمل الحركة لانه اول خطوة هو انك تحط دائرة الايم على الخصم او قريب منه نصيحة مني حتى تحس المستواك بالهيت شوت وتخلي معظم الطلقات هيت تخلي دايما مستوى الايم عندك فوق الصدر بشوي ثاني خطوة هي انك تنزل الجير رتحت شوي وبعدها ترفع على فوق عقد ما تقدر والنتيجة هي بوم هيت شوت نشوف مثال ثاني لاحظوا هون حطينا الايم على الخصم نزلنا الجير رتحت رفعنا على فوق هيت شوت طول ما انك بتطبق الخطوات صح راح تيجي معك كل الضربات هيت شوت اذا ما كانت تيجي معك هيت شوت فمعناته انك بتطبق خطوة من الخطوات غلط وما بتفرق كثير الخطوات للأسلحة البعيدة عير على الخصم نزل الجير لتحت ارفع على الجير لفوق هيت شوت بس فدياك تنتبه الى شغلة لما يكون الخصم قريب ارفع القير قد ما تقدر اما لما يكون الخصم بعيد ارفع القير بحيث يكون مناسب عشان يجي بالخصم هيتشوت اما اذا رفعته كثير رح تشل ورح تيجي تطلقه فوق راسه شوفوا هون معي مثلا انا ما جبته هيتشوت مع اني طبقت كل الخطوات صح والسبب لاني رفعت القير زيادة عن اللزوم فانت لازم تدرب حالك كفاية بالتريننج عشان تميز حسب بعض الخصم لازم ترفع القير كثير او ترفع شوي في مشكلة بسيطة ممكن تواجهك مع الاسلحة البعيدة بالدراج هيتشوت اللي هي انه صعب عليك احيانا الحلقة التالي انك تفتح السكوب وبعدها تسكره بسرعة يعني ضغطتين على السكوب سريعات وبعدها رح يصير الايم على نص الخصم بالزبط فاذا كان الخصم ثابت رح تزبط معك مية بالمية شوف صديقي اذا طبقت كل الخطوات اللي بهذا الفيديو صح رح تجيب بس الخصوم الثابتين لانهم واقفين بمكانهم طيب والخصوم المتحركين ما عليك حلهم عندي اذا كان الخصم بيمشي لجهة اليمين نزل الايم لتحت عزاوية اليسار وبعدها ارفع الايم لفوق عزاوية اليمين حتى يجي على راسه بالزبط والعكس تماما شوفوا معي بالفيديو كيف لانه ماشي لليسار انا نزلت الايم لتحت عزاوية اليمين وبعدها رفعت الايم لفوق عزاوية اليسار وجت هيتشوت ورح اترككم مع شوية امثلة للاقطات انا جبتها الهدف مش انك تطلع عليها وتقول واو لا الهدف انك تطلع عليها وتشوف كيف انا طبقت الحركات الصح عشان هيك ايجات معي هيتشوت واخيرا مثل ما وعدكم سر الاحتراب بفري فاير صحيح انه فري فاير لعبة بس انت لا تأخذها كأنها لعبة خذها كأنها شغف كأنها طموح مثل طموحك انك تجيب علامة عالية بالمدرسة او انك تتخرج من الجامعة خاف على حياتك وانت تلعب كأنك عن جد راح يتموت بدل الشخصية وخاف على مستواتك مثل خوفك عصحتك لما تزعل بس تخسر راح يقول لك ايه يازم ليش تزعل ما هي كلها لعبة لا ازعل وغضب وتضايق لانه باللحظة اللي بطلت تزعل فيها ع خسارتك اما لانك صرت نوب او انه بفري فاير بطلت مكان لإلك انت خسرت شغفك عشان هيك راح تظلك تخسر وتخسر وتخسر ورح تنسى بفري فاير من حياتك وبس واتمنى تكونوا استفدتوا ولو شوي من الفيديو وبدي منك هسه تروح تجرب الحركة بفري فاير واذا زبطت معك ارجع واكتب لي بالتعليقات واذا عندك اي سفسار دائما بامكانك تبعث لعنة استجرام او تعلق هون بالكومنتات موعدنا جاي يوم الجمعة ورح يكون فيديو بعنوان تعليم وان تاب هيت شوت كان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة